أنشأت دولة الكويت ممثلة بمنظماتها الخيرية مشاريع صحية في محافظة تعيز اليمنية تتضمن مخيمات طبية لعلاج مرضى العيون ومكافحة العمى في المنطقة وبلغ عدد المرضى المستفيدين من العلاج 1500 مريض بإصرار كبير قامت دولة الكويت ممثلة بمنظماتها كجمعية النجاة الخيرية الكويتية وبتنفيذ من مؤسسة ينابيع الخير بتدشين مشاريع صحية كبرى في محافظة تعز والتي تتضمن مخيمات طبية وتقديم كل الدعم لمرضى العيون ومكفحة العمى من خلال إجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء والزرقاء وزراعة العدسات مجانا للفقراء والمعوزين والذين ينظرون لأبصارهم وهي تختفي يوما بعد يوم والتي بلغ عدد الحالات المستفيدة فيها 1500 حالة ضمن الإسهامات الخيرية والمشاريع الإنسانية التي تقدمها جمعية النجاة الخيرية تم إقامة مشروع إبصار 2 والذي يستهدف 400 حالة إزالة مياه البيضاء وتركيب العدسات وأيضا المستلزمات الطبية والنظارات سرعة في الإنجاز وصدق في النوايا هو ذلك الذي يميز دولة الكويت دون غيرها والذي جعل من مكانتها في قلوب اليمنيين في ازدياد مستمرة منذ سبعينات القرن الماضي نهيك عن وضع حربي يشعر معه اليمنيون بالعزلة تأتي الكويت ملبية كعاداتها لرفض القطاع الصحي في هذا البلد بكل ما يحتاجه للحيلولة دون انهياره من جراء الأزمات التي لحقت به وما قيامها بالمخيم الطبية والذي يعد الثاني في محافظة تعز إلا مواصلة لمد أيديها البيضاء لمساعدة الفقراء لإنقاذهم والحفاظ على ما تبقى لهم من قدرة إبصار قامت مؤسسة ينابيع الخير الخيرية بتنفيذ عدد من مخيمات العيون وذلك بتمويل سخي من جمعية النقاة الخيرية وهناك حملتان قامت بهم الجمعية حملة إبصار ون وقد شملت عدد 625 مستفيد وحملة إبصار تو وشملت عدد 400 مستفيد وهذه العمليات التي أقريت هي عملية إزالة المياه البيضاء وزراعة العدسات وقد استفاد كثير من المحتاجين والفقراء والمعدمين من هذه العملية ونشكر دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم السخي أدو العطاء الكويتية تمد يدها للأشقاء في اليمن لتلبية مستلزماتهما في كل المجالات الخدمية التي من شأنها أن ترفع عن كاهل المواطن اليمني ولو جزءا بسيطا من معانته مروى النبيل لتلفزيون دولة الكويت تعز ترجمة نانسي قنقر